موسيقى نشرة الأخبار من العلاق الرياضية أهلا بكم نبدأها مع العبرز اليوم منتخب ناشئين يلعب جزر القمر في الجولة الثانية بطولة العرب اتحاد الكرة يؤكد أن قرار انسحاب أستراليا من تصفيات أسيا للشباب جاء من الحكومة الأسترالية يوسف قحطان يحرز الميدالية الذهبية في بطولة غرب أسيا تحت 13 عاما المبارزة موسيقى يتطلع اليوم منتخبنا الوطني للناشئين لضمان تأهله إلى الضوء ربع نهائي من بطولة كأس العرب عندما يواجه منافسه جزر القمر ضمن الجولة الثانية من البطولة المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية يمتلك العراق ثلاثة نقاط محتلا وصفة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المتصدر جزر القمر وتغلب منتخبنا بالجولة الأولى على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد فيما فازت جزر القمر على موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويلتقي بالمجموعة ذاتها المغرب أمام موريتانيا في البطولة ذاتها حقق منتخب الجزائر الناشئين الفوز على نظيره السوداني بهدفين دون رد على ملعب السيق ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى جاءت أهداف المنتخب الجزائري بواسطة يونس بداني وزياد محمد وبهذه النتيجة ارتفع رصد الجزائر إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة يليه منتخب السودان بثلاث نقاط ومن ثم الإمارات وفلسطين بواقع نقطة لكل منهما هذا واكتفى منتخب تونس للناشئين بالتعادل مع نظيره اليمني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب والمقامة في الجزائر وافتتح منتخب نصور قرطاج التسجيل عن طريق عبد الرحمن العرقي قبل أن يتمكن منتخب اليمن من إدراك التعادل بواسطة محمد جابر الهندي وبهذه النتيجة رفع منتخب اليمن رصيده إلى أربع نقاط في صدارة مجموعته فيما يقع المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد نقطتين أعلن الاتحاد الأسترالي بكرة القدم والذي قرر فيه الانسحاب بشكل رسمي من تصفيات آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة وذكر الاتحاد الأسترالي في بيان أنه أبلغ نظيره الآسيوي بالانسحاب من تصفيات كأسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة خلال الفترة من العاشر حتى الثامن عشر من أيلول المقبل وأضف بأن اتخاذ القرار النهائي جاء بعد دراسة متانية بناء على نصيحة السفير الحالي للحكومة الأسترالية في بغداد لأن منتخب الشباب الأسترالي سيلعب في بطولة إسبانيا الدولية خلال أيام فيفا لضمان استمرار لعب اللاعبين الأستراليين أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الكوري أحمد الموسوي أن انسحاب شباب أستراليا من التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في البصرة جاء بقرار من الحكومة الأسترالية لما حل الاتحاد الأسترالي بأن هناك يعني قرار من الحكومة الأسترالية تتحفظ على أن يكون رعاياها وتواجدون في العراق في هكذا مناسبات لكن الأمر لا يعد سوى تصريحات إعلامية خلال يومين الماضيين كان هناك رغبة من الاتحاد الآسوي تريد بإقامة التصفيات في البصرة والفرق التي تستحل من شأنها أنه تخوض التصفيات تحتي إلى البصرة وتقوم وتجري التصفيات بموعدها المحدد حسب الجدول المعلن لكن أستراليا وبعد حادثة اليوم أعلنت في الجهة الرسمي أنها انسحبت من خوض التصفيات لكن هذا لا يؤثر مطلقا على إقامة التصفيات في موعدها في البصرة هذا وتغلب منتخب الشباب على فريق المرور والذي يلعب في دوري لدرجة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب البرج في جامعة بغداد استعدادا لتصفيات آسيا في البصرة هذا وسيدخل منتخبنا معسكرا تدريبيا داخليا في محافظة أربيل يمتد إلى عشرة أيام بتخلله ثلاث مباريات مع أندية الدوري الممتاز وذلك بعد إلغاء المعسكر والذي كان من المزمع قامته في تركيا استعدادا لتصفيات شباب آسيا والتي تستضيفها محافظة البصرة في الرابع عشر من الشهر المقبل أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الكوري أحمد الموسوي أن قائمة المنتخب الوطني سيتم تقليصها قبل انطلاق البطولة الرباعية والتي ستقام في الأردن أنا بكل تأكيد سيتم التقليص لأن العدد الرسمي هناك شيء للعب وسيتم اختيارها من قبل الملاك التدريبي للبطولة الرباعية وتقول لي أنه قائمة نهاية لهذه البطولة أقول لك أكيد لا لأن هناك صوت لاعب مستدعى وهناك يعني رغبة الملاك التدريبي أنه يطلع على كل الاستهدادات اللازمة والاستهداد اللاعب يقول اللاعب مهيئ لخوف هذه البطولة الرباعية من أجل إتمام كل الإجراءات الطبيعية واللازمة من ورفع القائمة النهائية لللجنة المنظمة لهذه البطولة أعتقد تحتاج له خصص قصير ليس إلا الملاك التدريبي هو يمتلك صاحيات الكاملة في استدعاء وإبعاد اللاعبين لكن استراتيجيا وضع الاتحادة العراقية باستدعاء اللاعبين ضمن سقف غمري محدد وهذا التنسيق صار مع الكابتن رابي شنش المدرر المنتخب الأولمبي قدم مدرب فريق الديوانية قصي مونير وكادره التدريبي اعتذاره عن تدريب الفريق لأسباب مالية وقدم مونير الاستقالة من تدريب الديوانية قبل بدء الضوري العراقي الممتاز للموسم الجديد وكان سبب استقالة قصي مونير وكادره المساعد تعود المشاكل المالية التي يمر بها النادي يذكر أن الهيئة العامة للنادي حلت الإدارة السابقة وتم تشكيل هيئة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات منح الجهاز الفني لفريق الزورياء راحة للاعبه قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي المقرر في تركيا مطلع الشهر المقبل وقال مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق أن المدرب أيوب أوديشو منح راحة لللاعبين وأوعز بإيقاف التدريبات للفريق استعدادا لدخوله بمعسكر تدريبي مقرر في تركيا للمدة من الثالث حتى الثامن عشر من أيلول المقبل استعدادا للموسم الجديد وبين أن فريق الزورياء سيخوض خلال إقامته في تركيا ثلاث مباريات ودية اثنتين منها مع فرق تركية وواحدة مع أهل بنغازي الليبية أعلن نادي النجف الرياضي تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب مهدي كامل لتمثيل الفريق الكروي في الموسم المقبل وذكر النادي في بيان أن الهيئة الإدارية أكملت تعاقدها رسميا مع اللاعب الدولي مهدي كامل لتمثيل فريق الكرة بمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكورة القدم للموسم الجديد وأشار إلى أن مراسيم التوقيع تمت في العاصمة بغداد بحضور رئيس النادي عباس مهدي وأمين السر باسم محمد وانتقل كامل إلى فريق غزلان البادية بعد نهاية عقده مع الزورة في الصيف الحالي تغلب فريق الجيش على فريق مصافي الوسط بيراكلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما ضمن تصفيات دوري الدرجة الثانية المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى دوري الدرجة الثانية المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى للشباب وعلى أديم يسين علي شهاب في وزارة الشباب والرياضة انتصر فريق الجيش للشباب بكرة القدم بعد فوزه على فريق المصافي بيراكلات الحظة الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما صارنا فترة طويلة عد والحمد لله نحن نقول تعبنا ما ضاع وهذول اللاعبين لاعبين يعني كلهم أفضل لاعبين جيدين واحنا استغضبنا اللاعبين الموهوبين لأن احنا مثل ما تعرف احنا قاعدة عندنا نادي جيش اسم كرة القدم والحمد لله هذا الفوز وتتويج الجهدنا وتعبنا مبارك الهيئة الإدارية والكادر التدريبي على هذا المجهود الحلو مباراة كانت جميلة هارد الفريق الخصم فريق المصافي وهارد مفروك الفريق نالأبطال كانت مباراة بالبداية نديها حلوة بالشوط الثاني صارت أفضل من ناحية الأهداف والحمد لله نقدرنا نحقق الفوز واللقب الجيش بقيادة المدرب حامد قاسم دخلوا المباراة وعينهم على التأهلي إلى دور درجة الأولى لدوري الشباب بعد التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد بعدم ربط فرق الشباب مع فرق الأندية الأولى في حال تأهلوا أو هبطوا ألف مبروك إلى نادي الجيش وحظ أوفر لنادينا ومثل ما نقول أنه ركلات الحظ يعني الخسارة بركلات الحظ أهون كنا بشكل أفضل في الشوط الأول في الشوط الثاني كانوا هم الأفضل لكن المهم النتيجة مرضية مركز الثاني إنجاز بهذه الأعمار الشبابية ولابد من الاهتمام بـ هكذا أعمار ودوري فئات عمرية والشباب لأن ترفض المنتخبات الأولى صعودنا للنهائي هو بحذ ذات إنجاز قدمنا مباراة الشوط الأول والشوط الثاني مباراة جميلة كان استعواذنا على الكرة أزيد من فريق الخصوم لكن الحمد لله والشكر ما قدرنا نستغل الفاضة يعني بعض الهجمات بصراحة ما استغلناها العفو لكن وصلت إلى ركلات الترجيع ومثل ما تعرفون هي ركلات الترجيع ضربات حظ المصافي الذي كان ندا قويا طوال مجريات المباراة حيث سجل الجيش أولا وبعد ذلك تعادل المصافي لتذهب المباراة لركلات الترجيع وينتصر فريق الجيش بخمس ركلات لثلاث بفضل حارس الفريق حمد مهد الذي رد ركلتي جزاء كانت هي الكفيلة للانتصار رغم تأسيس الحديث يسعى فريق دجل جامعة لأن يكون اسما مهما في خالطة لعبة كرة السلة إذ يواصل استعداداته في بغداد تحضيرا لكأس المثابرة وبطولة الأندية العربية المهم ينتظر فريق دجل جامعة بكرة السلة من خلال خوض مباراة كأس المثابرة أمام الشرطة فضل على البطولة العربية في شهر تشرين الأول المقبل الفريق يواصل تحضيراته بواقع وحدتين تدريبتين صباحية ومسائية ضمن معسكره المقام في بغداد الحقيقة الاستعدادات جارية للدوري والأندية العربية بوطيرة واحدة الدوري لدينا كأس المثابرة مع نادي الشرطة وبعدها مباراتين وبعدها نذهب إلى معسكر خارجي ومن ثم نذهب إلى تركيا التحضيرات بشقين تحضيرات للأندية العربية وإلى مبارات الشرطة والدوري الممتاز بصراحة الجهود مكثفة دخلنا معسكر داخلي في بغداد بواقع وحدتين تدريبيتين ومستمرين من عشر ثمانية تقريباً راح نستمر بهذا الشيء إلى مباراتنا بكأس المثابرة ننجز كأس المثابرة ننجز كأس المثابرة ومن بعدها نفكر بالأندية العربية تحدي كل الشبير مثل ما تعرف أي نادي عراقي هو راح يمثل كرة السلة العراقية ارتأت الهيئة لدارية للنادي أنه يكون نادي ديجلة هو الممثل الوحيد للكرة السلة العراقية بالأندية العربية اللي لح تصير بلد كويت أكيد بطولة راح تصير كلش قوية بس احنا عازمين كلاعبين ككادر فني كإدارة إنه نقدم أكثر ما عدنا اللاعبون أكدوا عزمهم على الظهور بشكل مغاير في منافسات الدور الممتاز وبطولة الأندية العربية مبينين لاستعداد البطولة على قدر الطموح بنيل المراكز المتقدمة إضافة للمنافسة على كأس المثابرة استعداداتنا جيدة جداً بوجود الكادر التدريبي واللاعبين وهمتنا وإحنا إن شاء الله طامحين لهو المراكز بالدور الممتاز وطموحنا الثاني إنه البطولة العربية المقامة في الكويت إن شاء الله نحقق مراكز أولى تليق بسم العراق وإن شاء الله نرجع بسلح العراقية تهضيراتنا جيدة إحنا الحمد لله وشكر لدينا معسكر داخلي صبح وعصر وإن شاء الله إحنا نقدم للسلة العراقية يعني بالمحافل العربية لدينا بلكويت بطولة إن شاء الله راح نبيض الوجه الوصول إلى الجهازية المطلوبة هذا ما يبحث عنه الجهاز الفني من خلال التحضير لمعسكر خارجي في تركيا ومن ثم التوجه إلى الكويت قبل خوض الاستحقاق المهم رغم تأسيسه الحديث إلا أن فريق دجلة جامعة يسعى لأن يكون اسما مهما في خارطة لعبة كرة السلة من خلال المنافسة على لقب البطولة العربية مطلعة شرين الأول المقبل مصطفى عصام العراقية الرياضية بغداد يواجه منتخبنا الشبابي للكرة الطائرة حاليا نظيره الإماراتي ضمن منافسات كاسي أسيا دون عشرين عاما والمقام منافساته حاليا في العاصمة البحرينية المنامة لتحديد المراكز من السابع حتى الثاني عشر ويسعى ليوث رافدين بقيادة المدرب الإيطالي بشانزو ناطشي لتعويض الخسارة التي تعرض لها منتخبنا أمام تايلاند بثلاثة عشوات لاثنين والحصول على مركز يليق بسمعة الطائرة العراقية بعد أن تلاشت حضوض المنتخب ببلوغ الأدوار المتقدمة ضمن مباريات البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين تحت سبعة عشر عاما والمقامة في البحرين حقق منتخبنا الوطني بكرة اليد الناشئين فوزه الوحيد على المنتخب الإماراتي بنتيجة تسعة وعشرين هدف مقابل ثلاثة وعشرين في آخر مبارياته بالبطولة ضمن الأدوار التمهيدية وكان العراق قد خسر في أربع مواجهات ضمن مباريات البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين أمام الكويت وقطر اليابان والصعودية سيلعب منتخبنا الوطني للناشئين على المراكز الترتيبية التاسعة والعاشر مع الفريق الذي ستعلن عنها اللجنة المنظمة للبطولة طالب رئيس اتحاد الموايتاي مصطفى جبار ولاعب منتخب الشباب الذين حققوا إنجازا كبيرا بعد الحصول على أربعة عشر وساما منوعا بينهم وسامين ذهبيين طالبوا بالدعم والاهتمام وإنصاف الاتحاد الذي حقق الكثير من الإنجازات على مختلف الصعود وقال رئيس الاتحاد إن الاتحادات الرياضية تعاني اليوم من فقر الميزانية المالية لكن لا بد أن يكون هناك تمييز للاتحادات صاحبة الإنجازات ويجب أن تنصف بما يليق بالنتائج التي تحققها في البطولات العربية الإقليمية والدولية وكان الاتحاد الموايتاي قد حصد أربع عشرة ميدالية بينهما ذهبيتين وثلاث فضيات وتسع برونزيات في بطولة العالم للشباب التي اختتمت مؤخرا في ماليزيا الاتحادات بالحقيقة أكثر الاتحادات تعاني من قلة الميزانية وأيضا تعاني بعدم الإنصاف بتوجيع ميزانية عادلة بسبب أعتقد المسؤولين أنهم ينظرون هذه النظرة للأسف الشديد أنا أتمنى أن يكون لهم دور مشتقبلي بتقييم الاتحادات العاملة الاتحادات الإنجاز ومقارنة مع بقية الاتحادات ووضع حلول ناجحة لديمومة الانتصارات والنجاحات اليوم تحقيق الإنجاز في ظل هذه الظروف أعتقد صعوب جدا لكن المحافظة عليه هو يكون أصعب ومسؤولية علينا كبيرة إذا ما نوفرنا الدعم المطلوب والاهتمام المطلوب للأبطال بالتأكيد لا نستطيع المحافظة على الإنجاز ولا يمكن أن نتطور عكس بقية الدول العالم نحن جاين لهم نهنيهم من الصراحة نحن نهنيهم على الإنجاز اللي سوى للعراق وهي مداليتين للعالم بطولة العالم من الجيم مدالتين مو شوية ذهبيات تنفضية تسعة برونز بس نحن نتقاتل على الذهب هذا أول إنجاز أشوفه خلال رياضة العراق ووحد الإعاب الفردية ونحن نقوله دعموا اللعبات الفردية يعني أنتم شخصنا يمد دعموا اللعبات الفردية أنتم موتين مدالية وإعلامنا يكتب على طول بالستين جاب عبدالواحد عزيز الله يرحمن جاب مدالية برونزية مدفضية للعراق برونزية برونزية عمي ذو يجبون ذهب لأن ذو اللي حابيها اللعبة وهذه اللعبة دعا تدخل أولمبية يعني نحن من خلال قناة الرياضية العراقية ندعو المسؤولين جميعا كأولمبية ووزارة الشباب حكومة مركزية أن تدعم هذا الاتحاد صالت على المدالية البرونزية في بطولة العالم في ماليزة للشباب ورفعت اسم العراق وأتمنى أن أحد يدعمنا ماك أحد يدعمنا بس الوحيد الذي يدعمنا أستاذ مصطفى جبار أفعله تسبي على العراق في بطولة العالم وجبز ذهبية الوايكرو وبوزارة القتال بس миس rol ليس لإسف ما أحد يدعمنا بالداخل مزيد الاتحاد العراقية حصارت على المدالية الذهبية في فعاليات القتال في بطولة العالم في ماليزيا وأيضاً المدالية الفضوية في فعالية الوايكرو الحمد لله وشكر الله بالعالمين وفقنا بس مع الأسف نحن وفقنا بالخارج بس بالداخل لا أحد يتعلمنا بس الاتحاد نطالب بالدعم المادي والمعنوي للاتحاد العراقي لعبت بالبطولة مع العالم وحصلت على مركز الثالث ونطالب بالدعم حققت المدالية الفضية بالقتال بس للأسف ماكو دعم نلاعب منتخب وحققنا نجاز ونجاز يعني كبير لكن للأسف لا نجد دعم من الحكومة والمسؤولين فقط من الاتحاد ونطالب المسؤولين والدعم للرياضيين صاحبين نجاز حققت المدالية الفضية في فعلات الواكرو والمدالية الرونزي في القتال ورفعت اسم العراق والأسف ما لقيتنا واحد يدعمنا أتمنى الدعم والإتمام تمكن اللاعب العراقي يوسف قحطان من خطف المدالية الذهبية في منافسات سلاح السيف العربي للمبارزة تحت 13 عاما ضمن بطولة غرب أسيا الجارية منافساتها في الأردن شهدت البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعب يمثلون 11 دولة وتعد بطولة غرب أسيا البطولة الأكبر من كل البطولات السابقة من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة نشرتنا مستمرة من العراق الرياضية وأيضا فيها